اليوم سنجرب مع بعض الصغرة الأشهر في لعبة إبسون بايل التي يمكن أن تقلب تشكيلتك 360 درجة فصلنا على النبي ونزل لكم بطل لايك الجميل ويلا بينا إذا كنت قد نعمل يا رب كله بخير رجعت لكم فيديو جديد وبعد طول انتظار يعني حوالي أسبوعين أو شيء عن آخر فيديو طويل نزل على القناة يعني أعظروني المهم بأن أخشي على الفيديو كما نرى كده أنا ألعب بالتشكيل للأساتي بتيجي بربعة ثلاثة ثلاثة يعني المعلم رونالدينو ده بمركزه CF ولكن كان مكانه المعلم داني أولمو ولكن أنا بعته فالنرضو بقى هلعب بتشكيلة مختلفة تماماً هلعب بالتشكيل دي والتي بتيجي بربعة واحد واحد المفروض التشكيل دي بتكون تشكيلة هجومية يعني زي ما انت شايف كده انت عندك في مص الملعب حوالي خمس لعيبة ولكن هنا المركز ده مركز CF يعني بيكون حلقة وصل كده بين الوسط والهجوم وطبعاً هنا بقى الوينجات اللي هو المعلم كييزة والمعلم جاك جريليتش دول بيزودوا برضو في اللجوم فالتشكيلة يعني ايه ما بتبقاش اربعة واحد اربعة زي ما انت شايف كده لا يا بتكون حوالي اربعة اتنين ثلاثة واحد او اربعة مثلاً اتنين اربعة ما تفهمش يا تشكيلة يعني متغيرة في المدى فنختار بقى معلم التشكيلة دي وبعد كده بقى هنروح بقى ايه عشان ننظبط التشكيلة زي ما انت شايف كده معلم جاك جريليتش هنا يعني ده مش مركزه بلعب وينج ببلعبش هاف وده برضو كييزة بلعب وينجة ببلعبش هاف فاحنا بقى نعمل الان معلم هنروح على اللاعبة اللي عندنا هنا عندنا المعلم مين عندنا المعلم نيكو ويليامز والمعلم ايناكا ويليامز الاثنين اللي اخوات دول دول اللي ايه هيزبط لنا التشكيلة النهاردة طبعاً اسعارهم مش غلية خالص ولكن بقى ايه احنا جاينا النهاردة في الحلقة بتاعت النهاردة هنعمل الصغرة يعني مش عارف ايه صغرة ولا ايه ولكن حرفية انا جدهان يعني ده بتقلم التشكيلة تاعتك لتواصل طبعاً وعندنا برضو هنا المعلم سان ماكسيمين وتقريباً عندنا يعني انا كنت شاري نسخة تانية هنا كنت شاري نسخة تانية من سان ماكسيمين فنروح كده على السوق وانا برضو كنت شاري اللعيبة دي علشان نعمل لهم تدريب فان السلم actsical сорYang يعني شوف سياره كان مية تات وخمسين الف coins وخليكم افكرين رقم ده كويز عشان اه يعني دلواية عندك المعلمpetto سان ماكسيمان لو ادخلنا عن يك grounds ده لو ادخلنا على المعلم controll اي الا wish عم大 الاساي وهي السرعة والتصورة وبتاعة اللعب ده لديك تسعة وتمانين فاللعب زي ده يعني السعر بتاعه في السوق اهو السعر بتاعه كان مية وعشرة ألف كوين وسعره كان وصل لسلتمائة وثلاثين ولكن حاليا سعره بمية ستة واربعين ألف كوين فنسخة زي ده يعني انت لوجبت لك حوالي مثلا خمس نسخ ولا حاجة عشان مثلا توصله لرنك مثلا يعني حوله مثلا تاعة رنكات ولا حاجة مش عارب بصراحة ده اكتك كم نسخة عشان توصله تاعة رنكات يعني سعره اعتبر مش حاجة يعني شوية كوينز انت ممكن اصلا ولكن كم مهمة كده تجمع كوينز بتاع الكارتة فانت هتجيب لك كم كارت من النسخة مثلا او اي نسخة انت عايزة مثلا بس تكون ايه مستواها يعني يعبس مثلا مكسيما الوفر بتاعه 80 ولكن اركام بتاعته اجرعين كويسة اوي ولكن بعد مشكلة ان هو في الدفاع مش قد كده هنا الدفاع يعني ما شاء الله يعني 29 يعني زي الزفت وعندك هنا الفيزيكة اللي هي البنية الجسمية بتاعته زي الزفت برضه يعني 64 دي مش حاجة ولكن بقى معلم لما انت تجيب كارت زي ده يعني يعني يعتبر مش بفلوس وتقوم جايب له كمان نسخة او كذا نسخة يعني من الكارت ده وتدوي رنكات انت ممكن الرقم اللي هو 89 اللي هو دمك ده بتاع السرعة ده وتاع التصارع ممكن الرقم ده يعد المية وعندك برضه التزديد وعندك التمرير وعندك المراوغة ممكن برضه يعده 90 ويعده 100 كمان وانت برضه عندك الدفاع وعندك الفيزيكة برضه ممكن يعده 80 او 70 وعندك الدفاع ده ممكن يعده 50 فانت يعني الكارت انت هجيبه هيتحكم فيه وهيبقى حرفيا كارت هكر في الملعب هكذا كارت الجدعانا سيكون هكر في الملعب وهتشوفوا بالنفسكم هانا ساختر في الكارت تشكيئ فاننا نذهب للمعلم جاجر ليتش ونعمله هنا تبديل ونجب مكانه المعلم ثان ماكسيمل ونقوم الآن هنا ثاني ونرة المعلم ثاني على المعلم كهزة ونقوم مكانه المعلم مين لا نحن نجيب المى اللي لسه قادم المى الى اللي لسه قادم ماشي عندك مين؟ عندك مين؟ ويقول.. ويقول.. سأ przypadku.. نيكو ويليمز وعندك إيناكا ويليمز بالصراحة عند عليه أخير euros لعم pensé انفي إيناكا ويليمز هو أخي tactical ويعلمي لا أعرف لstellung أن اعرف الكمين ويعرف ان الادلسة 4 نسخ لكني لا أتعرف عن الصورة عندك هنا 94 عندك هنا بقى الايه ثاني عندك هنا الباص وعندك هنا الباص مش قدي كده عندك بين المهارة 85 عندك التحكم 85 عندك الاجلت دي تقريبا اللي هي الرشقة اعتقد يعني 92 فلو جاءنا نحط مكانه ده اللي هو اخوه ماشي فاخوه اللي هو المعلم اناك وليامس طبعا ده الاخ الكبير وده الاخ الصغير فلو جاءنا هنا نبص هنلاحظ ان التفوق هيكون بالسرعة وفي التصارع هيكون لانك وليامس وبنقطة واحدة ولكن هنا بقى اللي هي التزديد والحيات التانية دي هتكون بفرق شاسع للمعلم انك وليامس فانا اختار المعلم انك وليامس هيكون معانا في التشكيل نخلي المعلم انك وليامس ده على جنب ونجي المعلم ثان مكسيمين عشان تشوفه نذهب بعد كده على تدريب نذهب للمعلم وبعد كده نختار اللاعبة دي عشان نوصله نوصله اللاعبة اللاعبة الخامسة دي نفضل نعمل كده نقول لك بقى رانك أب ناو لهم مختارين كارت من ده وانت عشان بتدول اول رانك بيكون خمسين في المية بعد كده بقى انت بتحتاج كورت اكتر يعني ممكن الكارت اللي هو التاني ده ممكن ما يكفيش وتحتاج كارتين في الرانك التاني لان خمسين في المية في الكارت الاول بيكون مطلوب بس خمسين في المية اللي هو خمسين من خمسين دي بعد كده بقى بيكون اهل حاجة يعني من ثمانين في المية فيعني هتحتاج بعد كده كل ما تدوله رانكات اكتر هتحتاج كورت اكتر فخلنا بعد الوقت في الرانك الاولاني ونضي له اول رانكات وازل انت شايف كده همعلم اللي ابقى بتحمل معانا والمعلم بص بيانفجر وبعد كده همعلم بقى ايه بيجيلك بيجيلك هنا بيقولك بيجيلك نقطة واحدة بس في المهارة ده له بقى ايه عندك هنا التنظير وعندك هنا الدريبلنج وعندك هنا البلانسد دي اللي بتاعت ادي نروح بقى هنا تحت معلم اه عندك هنا معلم الاست whoa وعندك هنا الدريبلنج وعندك هنا الكرا rak لا احنا بنظم نخليها ايه نخليها يعنى دي ممكن تقريبا اتد سربط م username أو لزبط ايه انا بصراحة مش عارف ولكنون ادرى منجرب مع بعضها المهم الام به ايه نغ building بصها هيا عمل ايه عندك هنا التtrl وعندك هنا الرشاق وعندك هنا الدريبلنج ماشي في الكرة بعد ذلك نروح bueno التمرير عندك هنا سبقى المدي خطارogen 60 وعندك الرؤية وعندك الشورت فأنا أخليها اللي هي دي لأنه في الصورة يعتبر كويس ولكن بقى ايه في اللي هي الدفاع وقعه يعني زي زي فنطلع بقى كده ونروح على المعلم نطلع خالص ونروح بقى على المعلم سام ماكسيمين سام ماكسيمين زي ما شايف كده عندك الدفاع زاد يعتبر نقطة وعندك كده عطاقة زاد استنى يا اسطحنا ايه عشان ايه نكون بس كده على نور نجد المعلم ده ونحط مكانه النسخة القديمة ونشوف حصل فرق في ايه ماشي حصل فرق في ايه عندك هنا كروسنج زاد ثلاثة عندك هنا دريبلينج اللي هي المهارة زادت ثلاثة كانت هنا تنون تسعين هنا بقى خمسة وتسعية عندك هنا ماشي يعتبر في الدفاع في اللي هي التاكل والحاجات دي زادت ثلاثة يعتبر لا يوجد فرق كبير لان ده يعتبر رانكية واحدة فكل ما تدي له معلم كل ما تدي له رانكات اكتر اللعب ده يكون معك حرفيا في الملعب نذهب معلم إنك ويليامز ونعمل له نسخة نقوم بتدريب نوصله الى اول الانك نختار ونصف اول نسخة ونعمل إنك ويليامز إنك ويليامز ماشي ماشي ونذهب معلم على اللي هي دي نتأكد إيه مارضو ماشي أنا عمله لف دي عمله لف دي من مراتي نحن أعتقد أن نقدر ندوله كمان واحدة كمان رنكاي يعني فنضربه كمان اهو اهو لازم بقى توصله بقى مرادة عشرة يعني اول مرة كايت خمسة المرادة بقى تكون عشرة نعم بتبقى معلم اهو اهو بس اللعب دي تكفل ان اللعبة دي خبراتها قليلة يعني بصة عندك تبصي كه على اللعب ده هتلاقي عنده 200 خبره كلما يكون هذه الكرت عنده خبرات اكتر مش ه يحتاج منه كرود اللا musicians يعني الكرت انا اشتريت الكرت دي عشان المرخيصها وكده فالخبرة بتاعتها اوليّلة يعني عشان المرخيصة القبر بطائعة اوليّلة فانا اشتريتهم بقى عشان ما نجد Presentated ماما بقى هؤさい معنى بقي ايه نختار بقى القرود دي يا رب بس الكافي يا رب اعتقد مش هكفي اعتقد مش هكفي مش هكفي اعتقد ي larva مش هكفي مش هكفي ناخد المعلم ده نأخذ هذا نأخذ هذا و فأنا اصرب هذا جميع انه مgraduate ما هو الملاق chaaca ناضي فأنا ايه كده كده هلعب بيناك وليامز فنستخدم بقى الكروب بتاعت اخوه بقى المعلم نيك وليامز والكارت بتاع المعلم ده والكارت بتاع مش عارف اصلا انا بتاكبان كارت من اناكي ولا لا بس ما يعني ايه نعمل كده ايه نعمل تدريب كده بقى البتاعه عشرة بص 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 بقى معلم كده ارقام عندك البيز ده 105 الشوتنج مش عارف ايه بص يعني الارقام بص بقت بقى ايه نعمله ارقام بص بص الصورة بتاعته عدت مية زي ما انت شاف كده فنروح بقى ايه نعمله رنك أب نروح هنا معلم ايه نعمله رنك أب بعده كان هو نختار ده ايه ده انا في التاني هي معلم خمسين من خمسين يعني محتاج كارت واحد بس مفروض بقى الثالثة تحتاج منك ايه 3 كرودة او 4 كرودة كده بقى ايه معانا نقطة واحدة نزودها بقى في ايه نزودها انا نزودله بقى ايه في المهارة او ازودوا له اين ؟ عندك كان الـ control عندك كان الـ dribbling الـ agility الرشاقة تقريبا عندك كان الـ long boss عندك كان الرؤية عندك مش عارف ايه تبدأ هتكون في ايه بقى معلم ؟ هتكون في الـ dribbling فأنا اخليها في دي خليها في الـ dribbling لا اخليها في دي اخليها في ده معلم و رحبا نبص على كارت المعلم انك ويليامز انا شفنا من شوية كان ايه بص معلم بقى بص معلم عندك الـ physical عندك الـ defending يوهاتبار كويس عندك بقى هنا معلم الـ biz بقى 105 يعني السرعة بتاعته عدة 105 معلم شوفك تقريبا 94 او 90 يعني حاجة جامد اوي و عندك هنا تاني الـ shooting يعني ماشي كويس كانت يوهاتبار بردو حاجة 80 و عندك البصنج ما زلتتش حاجة عندك برضو الـ dribbling نقطة او 2 فالكارت يوهاتبار دلوقتي يعني نحن يوهاتبار دلوقتي يعني كارت خرافي يعني احسن من كروت بملايين الـ coins بملايين الـ coins حرفيا و ما بتعملش نفس الـ يعني نفيش فلاة نفس الـ الارقام دي فدلوقتي ازمان شايف كده التشكيل تاعتنا بـ over all 87 يعني التشكيل تاعتنا كانت 89 فدلوقتي عشان ايه الكارت ده يعني الكارت ده يعتبر ما جابش حتى 85 فطبعا بيقل الـ over بتاعنا فالمهم يا بقى احنا هنهتمد التشكيلة دي هنهتمدها هتكون اساسية لان التشكيل اللي كنت ملعب بيها اللي اربعة ثلاثة ثلاثة دي كايت بصراحة يعني مش قد جد ولكن بقى فطر الكارت سنتخلي بلك منها وهي لما تيجي تعمل الحركة دي لما تجيب كارت زي ده عشان تطوره وتخليه كارت اصطور كده خلي بلك من حاجة مهمة اوي وهي يا معلم وهي الاستمنة بتاعت الكارت ده يعني عندك هنا الاستمنة اربع نجوم يعني اربعة دي كويس مع ان بصراحة ايه بتيجي مثلا كده في الدايئة 70 ولا الدايئة 80 كده يعني تلاقي اللاعب في الملعب ما عادش قادر يجري وعايز تنفي الصناع فالبتاع اللي هي الاستمنة دي حاول على قد ما تقدر ما تقلش عن اربع نجوم لان انت كارت مثلا مستوى كارت مثلا اوفر اول بتاعه 80 او واحدة 80 وانت ممكن توصله مثلا الكم ستة وتمانية ولا اقصى حاجة للنسخة دي فالاركام هتكون عالية اوي كل حاجة هتلاقي اللاعب في الملعب و هتلاقي التنفيز ولكن هتلاقي الى المهارة هتلاقي ثلاثة فالهو هتلعب معك شوت وشوت ثاني ليس هتلاقي خالف فانت خليه لك بلقى هذه المعلم اذا هاتف ارشحهو لك وعدك المعلم انيكو ويليومز اذا نظر الى الاسسنة وهو القدرة التحميل عندك هنا كويسة عندك هنا أربع نجوم ونص أربع نجوم ونص كويس يعني أكثر خمس نجوم فهي ممكن أن يكمل معاك الموتش كله وعندك هنا مهارة أربعة كويسة كويسة أربعة يعني أربعة وخمسة كويسة فهمهم لا تقلش عن أربعة في المهارات وفي الثمنة أو كدرة التحمل سيكون الكارت هذا معاك أسطورة حرفية نأتي بقى الهت وهد ونجرب بقى التشكيلة اللي احنا عملناها ونشوف بطول إيه وكما نرى يعني الليمانيا هم هو الأمر فحنا حاليا في الهت وهد احنا في الأسطورة 2 وتصنافنا على العالم 4154 ندخل إلى أرضات الميدان وهنا تشكيلة الخصمة معلم بقى المعلم مبابي والمعلم دروكبة والمعلم مثل نسخة المجنات الجديدة وهنا بقى تشكيلتنا المتهضعة اللي بص يعني يا بص تشوفها كده تقول يا ابني التشكيل معفنا ديه ولكن بقى في الملعب يعني هتكون ايه ان شاء الله حاجة تانية خط اوعى استوبنيان اوعى اوعى وعرضية يبدل العب يا بوبي يا بوبي الله يصلح حالك اللي يصلح حالك ماشى ماشى يا فرنانديز تروري تروري انك ويليامز انك ويليامز اول قرية ليست هتكلم يعني عذرك ماشى انك ويليامز تراور تراور رونالدينو تراور ثاني رونالدينو رونالدينو لكن ضعيفة ضعيفة خالص معلم هناك يا ويليامز ماشي 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 جيرارد مكوكو رونالدينو 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 يا جدعان هذا المعلم تراوري الحاكم هيصفر جيرارد نيكو ويليامز وينتهي الشوت الأول لا نرى حجم الخصم ولا نعملنا اي حاجة فنخش بقى الشوت الثاني وربنا بقى يفرجى كده واي حد من هنا سجد علم فرناندس استوبنيا استوبنيا سام مكسيما رحة مكسيما رحة مكسيما بافار كومان 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 نيكو ويليامز نيكو ويليامز معلم تراوري رونالدينو ايوه ايوه ماكسيما خلاص والهدف الأول سام مكسيما والهدف الأول هنا سام مكسيما انزو فرناندس والمعلم سام مكسيما والهدف الأول بيشماله برجله اكبرت بيتكلم عن نفسه اكبرت بيتكلم عن نفسه تراوري لا يتراوري لا يتراوري لا يتراوري لا يجرعان ايوه ايوه لا 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 اوع 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 مش معدية فندايك فندايك يا جدعان يعني الجنب بتاعه برضو انا تقريبا اطول واحد عندي في الدفاع فندايك 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 مش هلوم حد في الكرة دي فهرناندس سام مكسيما رولدينو رولدينو ماشي سام مكسيما سام مكسيما سام مكسيما بتعمل ايه يا ابن ايه يا رولدينو رولدينو بقى طلع حلوه بقى جميل ايه يا اله انا انا عايد اتكلم عليك وعمل فيديو واشانك مخصوص لا يفعل شي استنى التمريرات ايوه 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 حلوه يا بوبى المتش برعاة بوبي طلع هذا المكوكو يanno مكوكو 1 اداء لا تحتاج فاي لكن كنت تنتظر اداء اضاف قد تشاهدون بأحضار التشكيل بصراحة لم يكن هناك أهداف كثيرا ولا كان هناك أهجامات خطورة كثيرة ولكن المعلم سامك سيمان يعني هو الذي كان ظهر بصراحة عن المعلم إيناكا ويليمز ولكن يعني ماتش بس يعني دام الأول ماتش بس ولكن بصراحة الاثنين لأنني لعبت وشفتهم قدامي يعني شيء آخر يعني شوف اللعب الذي أنت عايز تجيبه سواء إيناكا ويليمز سامك سيمان سواء أي لعب ثاني وعمل بقى هذه الصغرة أو هذه الحركة وشوف اللاعب داي بقى عامل إزاي في الملعب يعني عندما تشتري لعب ثاني بأفرات أقل من الأفرات دي واركام كبيرة بملايين كوينز انت ممكن تشتري لعب مثلا حوالي كم نسخة منه يعني هيكلفك حوالي 2 مليون كوينز أو شيء انت بقى تشتري لعب نسخة عادية هتشتري منه مثلا قول مثلا 4 نسخ يا عم أو شيء عشان بس توصله حوالي 2 رنك فانت تحتاج حوالي بالكتير والله العظيم يعني قول مليون كوينز يعني مليون كوينز واللاعب داي حرفين يبقى أحسن من اللاعب الذي كنت تحجيبه أبو 4 مليون كوينز أو 5 مليون كوينز وكوان أركام تبقى أحسن منه وكتير فبس كيا شباب ربكم استمتعتم وستفدتم من هذا الفيديو ده وما تنسوش الدعاء لأهالينا والإخواتنا في غزة في فلسطين وبس كيا شباب أشوفك الفيديو جاي ترجمة نانسي قنقر céu